ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وعنى بذلك الذين صلّوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبل إلى المسجد الحرام فمات أولئك القوم قبل أن تحول القبل إلى المسجد الحرام مات وقد صلّوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى القبلة الجديدة إلى الكعبة فهنا قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع صلاتكم التي مضت إلى بيت المقدس